يوم الرياضي وانشطة متعددة سطرت تلاحما أخويا كبير بين المصابين بمرض السرطان والناجين منه في مدينة سيئون بمشاركة فئة المجتمع الرياضية لنبدل عالات السيئة وإيصال رسائل ومفاهيم إيجابية للرياضة ودولها للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض اليوم الرياضي المفتوح الذي ننفذه هذا اليوم هو لإرسال رسالة لكافة شرائح المجتمع بأن الرياضة هي أساس للصحة أساس للوقاية من مرض السرطان وكذلك الأمراض الأخرى تدور العجلة وتتدحرج الكرة وينبثق منها عزيمة لمواصلة المشوار والكفاء حتى التغلب على المرض ورسم الأمل والحياة لغد المشرق للمرضى أما الناجون منه فأصبح اليوم هنا في اليوم الرياضي المفتوح مثال حيا يحتذ به بتماسكهم وإصرارهم لمكافحة المرض والتغلب عليه بعد أن من الله عليهم بالشفاء كان اليوم يوم جميل لمرض السرطان وجميع الفئة مرض السرطان رجال وشباب وأطفال اندمجوا مع المجتمع شفت الأطفال يخبوا في الملعب ويتسلوا مع الآخرين يعني تناسوا الألم بصراحة نريد مثل هذه الفعاليات تتكرر بإذن الله تفاعل تشجيع كبير حظي به المشاركون من مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان ومنتدى سفراء التطوع جعل من عزيمة المرضى ترتفع على مواصلة ممارسة الرياضة بشكل يومي لتخفيف الضغط النفسي عليهم هذه الفعاليات ممنت بألعاب كثيرة منها قرة القرن وتمارين خاصة بالياقة والجري حول الملعب والسباق بالدراجات ونحن فريق صفراء التطوع قمنا بتنسك هذه الفعالية فعال متميزة وهذا وشكراً لأصحاب مصر الأورام السرطان وشكراً لأن هذه الفعاليات دائماً مفروض يكررونها دائماً على البرضة وهذا ويعانه يعني لزهة من الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفسروا عن أجلهم والخلوط ويروسوا لي الله وعلى عرقات وتبحين تمسكم بالأمل والتحدي للحياة مع أمنية وعظيمة لمواجهة المرض حتى شفاء منه تحكيه عيون هؤلاء فرسم الحياة أمامهم بات أقوى من ذي قبل فلا يأس مع الحياة ولا حياته مع اليأس موسيقى موسيقى شكرا